موسيقى 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 بالوقت معدنا مع جولة في الصحافة والمواقع المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقعنا موقع صد البلد الإخباري تطوير سيناء السيسي يوجه بزيادة الرقعة الزراعية وبناء مجتمعات أمرانية في توشكا والعوينات اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنميات محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكا وطلع الرئيس على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية والموارد المائية والزراعة ووجع الرئيس بأن يتم العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة وغاية الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي إلى بوابة الأهرام الصحة تسجيل 153 إصابة جديدة بفايروس كورونا و21 حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد عن خروج 900 متعافيا من فايروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفايروس إلى 84.161 حالة حتى اليوم وتم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفايروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفايروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 101.009 حالات من ضمنهم 84.161 حالة تم شفاؤها و5.648 حالة وفاة ننتقل إلى بوابة أخبار اليوم رئيس هيئة الأنفاق إعادة تسكين أهالي عمارة الشربطلي اليوم بعد انتهاء تدعيمها كشف الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق عن إعادة تسكين أهالي عمارة الشربطلي بالزمالك في شققهم اليوم لاثنين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات بشكل كامل وقال والي في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم إن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير سيشهد بنفسه تسكين أهالي عمارة الشربطلي كما يتابع تنفيذ أعمال إنشاءات محطة صفاء حجازي بالزمالك وأشار الرئيس هيئة الأنفاق إلى أن العمارة شهدت أعمال تدعيم بتشييد عمود في المنطقة المتضررة وتم بالفعل الاطمئنان على السلامة الإنشائية للعمارة بشكل تام متابعاً هيئة الأنفاق اشترت شقة في عمارة الشربطلي لطمئنة السكان بالسلامة الإنشائية للعمارة وعن تضرر شقة الفنانة نجاة الصغيرة من أعمال الحفار التي تسببت في خلل بعمارة الشربطلي قال والي الفنانة القديرة نجاة على رصنا وتم بالفعل انتهاء تدعيم شقةها وجميع الشقق المتضررة بالكامل والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارة نذهب للجمهورية أونلاين التنمية المحلية مليون واربعون ألف طلب تصالح في مخالفات البناء أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الدولة قررت تعميم أسعار متر التصالح في مخالفات البناء خمسين جنيهاً بالقرى في صعيد ودلت مصر مؤكداً أن جميع محافظات مصر خفضت قيم التصالح بنسب متفاوتة وأضاف أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ مليوناً وأربعين ألف طلب مشيراً إلى إصدار الوزارة كتاباً دورياً للتأكيد على التنفيذ والتعميم لكل المراكز والمدن وأوضح أن لواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد على إجراءات التيسيرات للمواطنين المتقدمين على التصالح موضحاً أن التيسيرات شملت زيادة ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية إضافة إلى العمل خلال أيام العطلات في بوابة الشروق النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائد الإلكترونية الموحدة اعتمد النائب العام المستشار حماد الصاوي أمس الأحد إطلاق إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة بمكتب النائب العام خدمة منظومة العرائد الإلكترونية الموحدة للنائب العام عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بالنيابة العامة وميكانة أعمالها عوضا عن الشكاوى التي كانت تطلقها عبر موقع جوجل فورم منذ بدء العام القضائي الحالي وتطويرا لآلياتها وذكر بيان لمكتب النائب العام أن تلك الخدمة تتيح لذوي الشأن أو وكلائهم داخل جمهورية نصر العربية وخارجها إلكترونيا عن بعد تقديم عرائدهم وشكواهم وبلغاتهم وما يرفق بها من صوري مستندات أو روابط إلكترونية إلى موقع وبوابة المصري اليوم وظائف شاغرة للمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التقديم مستمر حتى 20 سبتمبر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تلقي طلبات التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021 حتى يوم 20 سبتمبر 2020 وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أن فريق عمل كل مدرسة سيتم تشكيله من خلال العاملين بمدارس مدريات التربية والتعليم وسيتاح التقديم لوظائف معلم المواد الثقافية من معلم التعليم العام والفني من العاملين بمدارس مدريات التربية والتعليم أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية فستتاح لمعلم التعليم الفني فقط وأكد مجاهد أنه سيتم مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل كل مدرسة وذلك عن طريق عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من اليوم السابع وزير الأوقاف يعتمد 48 مليون و953 ألف جنيه لعمارة المساجد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مبلغ 48 مليون و953 ألف ومائتي جنيه من موازنة الوزارة لعام 2020-2021 كدفعة أولى لعمارة بيوت الله في الربع الأول من العام المالي الحالي أكد جمعا أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال ست سنوات بناء جديدا أو إحلالا وتجديدا أو فرشا أو صيانة غير مسبوق في تاريخ مصر وأن رد الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكا وزورا وبهتانا دائما يأتي بالأفعال والأدلة والبرهين فالأرقام لا تجذب ولا تتجمل ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدا في ست سنوات تجاوز ألف ومائتي مسجد وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز ثلاثة ألاف وستمائة مسجد إلى الوطن الخارجية مصر تدعم تحالف دعم الشرعية باليمن في تعامله مع الحوثيين أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الثالث عشر من سبتمبر الجاري عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات التعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثيين والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن وفي هذا الإطار تؤكد مصر أيضا على استفافها بجانبي المملكة العربية السعودية في مساعيها المخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وقوات ميليشيا أنصار الله ننتقل إلى الشأن العربي والدولي ومن جريدة الشرق الأوسط السعودية ترفع كامل قيود المغادرة والعودة للمواطنين مطلع 2021 أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس الأحد السماحة بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ الأول من يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا المستجد أوضح مصدر مسؤول في الوزارة أنه صدرت الموافقة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد الأول من يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا ويتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد ولوزارة الصحة إذ تطلب الأمر حين ذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات نختتم جولتنا في صحافة اليوم من موقع سكاينيوز عربية منسوب النيل في السودان بدأ ينخفض بعد الفيضانات المدمرة بدأ منسوب مياه النيل في السودان بالانخفاض بعدما بلغت مستويات قياسية هذا العام مما تسبب بفيضانات في مختلف أنحاء البلاد وفق ما أعلنت وزارة الري والموارد المائية وعادة ما يشهد السودان هو طول أمطار غزيرة في الفترة الممتدة بين يونيو وأكتوبر وفيضانات عرمة سنويا لكن المسؤولين أعلنوا أن هذا العام شهد ارتفاعا قياسيا لمنسوب مياه النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل وفي السابع من سبتمبر بلغ ارتفاع منسوب المياه 17.67 من مئة مترا لينخفض الأحد إلى 17.36 من مئة مترا وفق الوزارة التي أوضحت أن الانخفاض سجل في مراكز مراقبة عدة في أنحاء البلاد بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحف هروح لفاصل قصير بعد الفاصل معانا فقرات متعددة انتظرونا